انابى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لوضع اكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصرة وذلك في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية بوضع باقة من الظهور على النصب التذكاري للجند المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ثم توجه الفريق اول صدقي صبحي يرافقه الفريق محمد فريد الى قبر الرئيس الراحل محمد انور السادات لقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة وفي نهاية المراسم صافح القائد العام عددا من قدام القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة